رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر منور بيننا وبينكم مش بس جسر منور بيننا وبينكم بل نظل بها في مجلس العلم ونكون في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي بركاتي وفي أنواري يا رب قدم علينا الوصال اللي بيننا وبينكم عشان نكون دايما في حضرة زيد جلالي والإكرامي والجمال سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف أول سؤال وصل لنا على صفحتنا بيقول إيه بيقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا شغال خدمة عملاء في براند حلواني بس الشركة عندي للأسف بتنفذ منتجات في المولد النبوي ربنا يسامحك في المولد النبوي ومناسبات تانية زي الفالنتين وعيد الأم وبتقدم منتجات سيام للمسيحيين فالأأسم على ذلك يا برجاء الفيادة ولكم جزيز الشكر لا لا تأسم بالعكس إن شاء الله ربنا يبارك لك أن أنت بتساعد الناس أن هي تفرح في الأعياد ويبقى عندها أكل حلو يخليهم سعداء وعندهم فرحة لأن دي مواطن فرحة لله سبحانه وتعالى أما إذا كنت بتتكلم يعني عن كل واحدة بالتفصيل فأكيد إن الاحتفال بالمولد النبوي من السنن المهمة عندنا احتفال بالمولد النبوي مستحب ولابد إن احنا نعرف إن الاحتفال بالمولد النبوي صحيح مش لازم بالحلوة لكن الاحتفال بالمولد النبوي حاجة مهمة وأنا بالحقيقة يعني زعلت أولا لما أنت قلت للأسف وبعدين روحت قلت للأسف وأول حاجة جبت المولد النبوي يا سيدي لازم نفهم حاجة مهمة جدا 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 إن الاحتفال بالمولد النبوي دي سنة عالرسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة عالرسول الله ودوت كل الكلام دوت اللي حصل لنا حصل لنا بسبب التدين الكمي ده التدين اللي واضح إن فيه جفوة بينه وبين حضرة النبي حتى لو قال الناس إنه أكثر التزاما بالسنة السنة يا سيدي أنا أقول لك حاجة الناس لدي مش هتكون أكثر التزاما بالسنة من الصحابة الصحابة ما عملوش زي ما عملوا كده الصحابة حضرة النبي صلى الله وسلم قال لا يوصل لين أحدكم العصر إلا في بني قريضة فإلا حاصل فبعض الصحابة صلوا العصر في الطريق هو قال لهم ما تصولوش العصر في بني قريضة فقالوا إنما أراد رسول الله صلى الله وسلم ماذا أن نسرع فسنسرع ونصلي في الطريق رسول الله أقره فرسول الله ما كانش بيقر عليهم في الحقيقة انهم صلاتهم مش بيصحح لهم صلاتهم ده بيصحح لهم مناج تفكيرهم ان احنا عايزين نحقق مراد رسول الله فرسول الله لما صام في مولده وكان بيصوم كل اسبوع على فكرة اكيد حضرت النبي اقول لكم حاجة يعني استلال لطيف كده في الاحتفال بالمولد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو بيحتفل بلايهم المولد فولد في يوم واحد في السنة مش ممكن يكون حضرت النبي تكرر ميلاده في كل يوم اتنين لكن حضرت النبي بقول ايه ان ميلاده كان سبب من اسباب البركة والنور في الايام فاليوم اللي تولد فيه حضرت النبي بقى ايه اللي حاصل نحتفل بيه كل اسبوع فعايز حضرت النبي يقول لنا ايه ان الاحتفال مش قاصر على اليوم الميلاد يعني ايه ومش قاصر على طريقة واحدة في الاحتفال فكل اللي يحتفل باي شكل من الاحتفال بمولد حضرت النبي فهو بيحقق مراد رسول الله اللي هو ايه حسوا بعظيم منة الله على العباد بان الله اخرجني وبعثني اليكم فالحمد لله على نعمة رسول الله فانت لازم تفهم كده تفهم كده بشكل واضح فلابد ان انت تفهم ان انت بتوصل الحلوة للناس او بتساعد الناس في ده فانت في الحقيقة او حتى بترد على الناس في هذا السياق فانت بتعمل عمل حلال والمال اللي انت بتاخده حلال وما فيش اي اشكال فيه اي نوع من انواع الاحتفالات اللي انت اتكلمت عنها وان الاحتفالات دي يكون فيها حلوة فده جائز وليس من قبيل الحرام فده جائز ان انت تعمل ده السؤال اللي بعد كده بيقول ايه البرنامج اصبح يناقش اهم القضايا المعاصرة شكرا ونستفيد منه الكثير فهل من الممكن طرح قضية الزواج متى يجب وهل يجوز اذا اتمت المرأة عمرا متقدما ولم تجد من يساند او يعولها وكيف تتقبل رفض المجتمع الذي يأبى ذلك له اه وكأن بقيت السؤال واصل هو ما اكملش وكأن السؤال لو انا فهمت يعني اننا نتكلم على ان الجواز من الاشياء التي ليست واجبها يعني المرأة اذا تعدت سن معين فليس هناك مشكلة ان هي تبقى بلا زواج ونتكلم عن ده ان هي ما تستحقش ان هي الواصمة اللي بتصمها بيها المجتمع وده وده في الحقيقة موضوع مهم جدا 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 وانا شكرا ان صاحب او صاحب السؤال فتحوا البابل ده فان شاء الله نتكلم عن الموضوع ده كلاما متسع بس الكلام هنا بيطرح مسألة مهمة جدا وهي مسألة قضية الزواج متى يجب الجواز في الحقيقة بتدور في الاحكام الخمسة هو الاصل عنده كثير من المذاب ان 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 الزواج الاصل الحكم الاصل فيه هو ان هو مستحب طيب يعني ايه لو انت قادر تتجوز ونفسك تميل الى الزواج تزوج وعتبقى اعملت كده شيء مستحب تخد تسابه على فعله ولا تعقبه على تركيه لكن الجواز بتدور في الاحكام الخمسة واحد ممكن الجواز في حقه يكون واجب واجب ليه لانه نفسه تطوق اليه وهو يملك القدر فعليه ان هو يتزوج وإلا سأقع في الحرام نفسه تطوق اليه الزواج وهو قادر على الزواج يروح يتزوج فإلا حاصل يبدأه تلو الزواج في حقه واحد تاني لا ليست نفسه تلح عليه بهذا الالحاح ولكن هو يريد الزواج فإلا حاصل فالزواج بالنسبة له مستحب لا شخص متساوي عنده الامرين هو مش مهم بالنسبة له إلا حاصل الجواز بالنسبة له يبقى ممباح لا ده واحد إلا حاصل الجواز ممكن بالنسبة له يكون مكره ما عندهش رغبة في الجواز طب الأفضل ليه ان هو يعمل ايه يتفرق زي ما الامام الشفعي كان بيقول كده انه كان يرى ان الشخص اللي ما عندهش نفسه حاملة او داعية حاملة للجواز انه هو يتفرق لطلب العلم ويتفرق للتنمية ويتفرق لأشياء كثيرة طيب وممكن الجواز يكون عنده واحد حرام هو لا عنده قدرة ولا عنده ممكنة ولا عنده اي حاجة ويعيز لم فما تجوز ده فلو تجوز وهو على الحالة الرضية دي ايه اللي حاصل لو تزوج على الحالة الرضية دي هو ما عندهش قدرة على الجواز وما عندهش لا قدرة مادية ولا قدرة جنسية ولا قدرة على كده وهي خب على الناس وعي اه لا ده حرام عليه انه هو يعمل الكلام ده كله طيب ايه الشاهد بقى الشاهد اني لو اني فتيات لم يجدنا من يتزوجهن ايه المجتمع القاسي ده اللي يعمل وصمه للبنات دول ده مجتمع قاسي ومش بس مجتمع قاسي مجتمع كمان محتاج يتقي الله يتقي الله في بناته العفيفات يتقي الله في بناته اللي هم في الحقيقة هم راغبين في شيء بس يا ربنا سبحانه ده جعل قدرهم وجعل قسمتهم ان الجواز تأخر عليهم او انه ما جيش خالص فهون اول حاجة هن لسنا اثمات خالص هم ما تركوش واجب خالص فهي مش واجب عليها انها تروح تتجوز اي جوازة وانا بقول للبنات او اي تتجوز اي جوازة تتجوز جوازة محترمة طريق بيكي وتتناسب معكي لان احنا بنشوف اللي بيحصل طب هالقا ده وقت انا بساعد الناس ساعد البناتة ان هي تعزف عن الزواج ابدا لكن بساعد بساعدون على النوع يا تزوجنا من الاكفاء ما تتجوزيش حد يخليكي في حياة اشبع بحياة الجحيم لا اتجوزي اللائق بيك تزوجي الشخص اللي مناسب لك وهو دوات اللي يخليكي تحافظ على كرامدك ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لمرء ان يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال ان يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق فمتعمليش كده متحمليش نفسك ما لا تطيقي عشان نظرة المجتمع لا احنا نستمر في الكلام ونغير نظرة المجتمع ونغير الطريقة اللي المجتمع بيه في بنظر للمرأة التي تأخر زواجها نحنا اللي نبطل الناس اللي هم مش فاهمين الشرعة هم اللي يبطلوا مش البنات العفيفات هم اللي يروحوا يتزوجنا اي زيجة عشان يخلصوا من كلام المجتمع ويخلصوا من نظرة المجتمع لا انا اسف لابد ان احنا نتواصى بالمعروف ولابد ان احنا نتواصى بالتقوى ولابد ان احنا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الاسم والعدوان النيل من اعراض البنات او القسوة عليهم او محاولة اقاعهم في الحرج وان هم يعملوا حاجات مش مناسبة ليهم ده حرام ولابد أن المجتمع يمتنع عن ده ما نكونش عونا للشيطان على بناتنا ولا عونا لأنفسهم الأمارة بسوء أن هي تحطهم في مواطن الزلل ولا في مواطن الوجع أي حد هيوجع بنت أنا بقوله لو حد سألني لو حد قال لبنت تقدم بيها العمر الألفاظ اللي احنا بنسمعها فتوجعها ده يدخل في قوده صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في النار سبعين خريفا اتقوا الله في قلوب البنات واتقوا الله في كلمتكم لأن الكلمة كما أنها ممكن تكون صدقة ممكن تكون والعزب الله كبيرة فمحدش يوجع حد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه حرام عليكم أعراض البنات وحرام عليكم كلام كمان الكلام عن البنات بما يوجعهن النفس الإنسانية الباطن بتاع البناء آدم ده قلبه ده حرام عليك إن انت تيجي جنبه وتوجعه بلاش أربع حاجات والأربع حاجات دي ممكن توقع ممكن توقع أصحابه في الحرام بلاش السؤال هو الأسئلة دي مش حرام لكن انت لو قاصد تقولها عشان توجع أخوك حضرت النبي قال لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي فلو انت بتسأل السؤال ده عشان توجع أختك حرام عليك ما تسأليهاش السؤال ده انت ليه اتأخرت في الجواز بلاش السؤال ده من حسن إسلام المرء تركه وما لا يعنيه هذا لا يعنيه كي عايزة تسأل تطمئني ادعيلها ما تقول لهاش كده وادعيلها كمان بظاهر رغبة عشان ما تتوجعش ما تجيش تقول لها الكلام ده بهذه الطريقة يعني اتقوا الله في النساء الحاجة الأولينية ما تسألهاش انت ليه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي السؤال معروف إلا إذا كنت بتسأليها عشان تجيب لها عريس ماشي لكن لو بتسأليها عشان تطميها ولا توجعيها لا اتق إلا فيها وانا قلت هاي جملة من الأحاديث توصلنا إلى إن لو كان الغرض من هذا السؤال ألا ده غرض غرض خبيث وغرض حرام إن انت توجعي واحدة وتسأليها السؤال ده لا لشيء إلا لأنها تنت بتوجعيها كمان لو إن هي تقدم بها السن وانت حضرتك جاي بتقول لها كده بتقول لها برضو انت لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي آه يعني إيه لسه ما تجاوستيش لغاية دلوقتي زي واحد بيقول له انت شايف واحد نايم على السيف بيقول له انت نايم وما لو كان بيعمل بيمطر السريل فسؤال ولا عزو بالله سؤال عبثي ويا ريتو هيبقى عبثي في نفسها لكن هو يوجعها ويأذيها ده كمان لازم نمتنع عنه وليس من الشرع إن احنا نعمل الكلام ده يبقى لابد إن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى طب حد يقول لي انت ليه كلمت في الكلام ده بهذا الشكل أنا يعني كم الوجع اللي أنا ما بحبهوش إنه يحصل في قلوب البنات وخاصة في الظروف اللي احنا فيها دي أرجوكم ما تجمعوش على البنات وجع إنه هم كمان بيشتغلوا وبيتعبوا وبيشقوا وكمان تجمعوا عليهم كلام الجارح استوصوا بالنساء خير فما أكرمهن إلا كريم على فكرة ما أكرمهن إلا كريم مش بس في الجواز وفي المجتمع كمان عايزين نبقى مجتمع كريم ما نهنش للنساء ما نهنش كمان أكرم من فينا فعشان كده نتقي الله سبحانه وتعالى فيهن السؤال اللي بعد جده بيقول عندي القدرة على عمل صدقة جارية على روح أمي هل أقدر أعملها لأحد من أقاربي من الدرجة الأولى؟ آه هو عايز سألني أقدم أمي ولا أقدم حد من الدرجة الأولى أمك طبعا الأولى أن أنت تعملي لولدتك صدقة جارية وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها يجعل ده في ميزان حسناتك لكن لو أقدر تعملي ده وتعملي ده آه خلاص ممكن تعملي كمان لحد من أقاربك من الدرجة الأولى بما أنك أنت عملت الصدقة الجارية لأمك تستطيع كمان تعملي الصدقة الجارية لحد من أقارب الدرجة الأولى وده كله من قبيل الصدقات لو أنت بتسألي لا أنا عندي مال واحد هل يمكن لو أن أنا عملت ده لحد قريب من الدرجة الأولى هل بك ده أكون آسم؟ لا لكن مين الأولى؟ الأم طب إذا كنت أنت عملت ده وعايزة تعمليه لإحساسك أن قريب من الصدقة الأولى ده أحوج من أمك اعمليه وهل ده يكون اسم؟ لا ما يكونش اسم هل ده الأولى؟ لا الأولى أن احنا نعمل للأم أما إذا كان السؤال بقى أني عند القدرة على العمل الصدقة ياري على روح أمي هل أقدر أديها لحد من أقرب من الدرجة الأولى؟ نعم يجوز أن أنت تديها لحد من أقربك من الدرجة الأولى يعني تديها لعمتك لخلتك آه يجوز أن أنت تديها لحد من أقربك من الدرجة الأولى وإن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربنا يجعلها بركة ونور وفضل ونعمة يا رب العالمين يا سيدة احنا تكلمنا النهاردة عن نفحات خواتيم شعبان يا رب اجعلنا دائما يا رب في فضلك ونعمتك واجعلنا يا رب قادرين ان احنا ننوع من الطاعات حتى تكون قلوبنا مبسوطة لكي تستقبل نفحاتك يا مولانا يا رب وسع في مشهدنا واجعلنا يا ربنا اجعل اوعية قلوبنا يا ربنا واسعة حتى تستطيع ان تتحمل انوار هذه النفحات وانوار هذه الساعات وانوار هذه الايام والليالي اجعلنا يا ربنا في قربك وفي رضاك واجعلنا دائما في معية حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارزقنا نفحات هذه الليالي واجعلنا دائما من المقربين يا رب العالمين